بصمة كبيرة كانت مشاركتك ببرنامج افتح يا سمسم بمؤسسة البرامج المشترك لدول الخليج العربي بإعداد وإنتاج محتوى تعليمي ترفيهي هادف للأطفال هذا البرنامج الأشهر ربينا عليه أنا وجيلي كتير كبير ممكن تمانينات تسعينات وبتخيل لهلأ لا يزال موجود على اليوتيوب فيه الناس تحضروا يعني كانت هاي الفرصة شو كان الرهان على اعتبار انه كان ما كان برنامج ربحي يعني طبعا لا طبعا لم يكن برنامج ربحي يعني ان المؤسسة كلاتها بالأساس غير ربحية مؤسسة نشأت لتقديم برامج يحجم عنها القطاع الخاص بالتلفزيون برنامج افتح يا سمسم الجزء الاول منه 130 حلقة كلف 7 مليون دولار بها هدول ما ممكن تحصلن انت يعني من خلال بيع البرنامج يعني بس هذا وضع كاستثمار لتنوير الاطفال ومزج المتعة مع الفائدة من خلال هذا البرنامج الناس كيفية تعامله مع الاشياء اللي بتكون طارق جديد عليه ولازم ناخد بعين الاعتبار انه البرنامج يقدم للاطفال من الثلاث الى ست سنين يعني اطفال اطفال الروضة اللي لزه ما دخلوا مدرسة بقى كان في نموذج اساسي اللي هو شارع السمسم الامريكي وتم تكييف البرنامج وليس نقله او دبلشته بداية ضواء مع ثقافة العربية او مشروع برافو عليك ثقافة يعني طلع برنامج عربي مئة بالمئة وهذا اللي خلاهم يعجبوا فيه الامريكان بزيادة انه طلع برنامج يقوله شخصيته الخاصة وهذا اللي وهذا من ضمن الشغلات اللي خلتني ما كتير ازعل انه ما رجعت يعني حسيت حالي عم ساهم بمشروع عربي رائد اعلامي بقى عطاني نوع من الهيكي نشوة الابداعي اللي عم بعمل يعني قلت انه كوني ما عم ما اطلع بالتمثيل وما عم ما اشتغل بهذا المجال بس فيه مجال تاني كمان حلو هاللي صار انه بعد ما خلص الجزء الاول الخبراء الامريكان والمدير العام للمؤسسي الله يزوك له بالخير قالوا لي بدنا نعمل جزء تاني منه وتستلم انت فيه لانه انا كنت بجزء الاول ما استلم جزء منه وانت تكون مدير المشروع وكرت المسبحة ببرامج اخرى مثل سلامتك الصحي مثل قف المروري التوعية المرورية بعدين الحضارة العربية الاسلامية بعدين برامج اسمه الكشاف عن العلوم وبدأت المؤسسة مسيرة برامج توعوية مثل ما قلتلك لم يهتم فيه القطاع القاس ولكن ضرورية يعني انت فيه فيه مجموعة من المشاهدين بيحقلن يعني ساعة بالاسبوع بالتلفزيون قلهم نعم بقى نحن عم نعطيهن الساعة مو كلاتها مصابقات غناء وكلاتها تمثليات وكلاتها افلام فيه شيء لازم انه انت توفره للمشاهد هاللي عنده هالرغبة بالمشاهد قلتلي الشريحة المستهدفة بين ثلاثة الى الستة انا ركد لك كان يحضروا بالعشرينات وبالثلاثينات انت بتعرف انه وقتها بسوريا واطلع نزلوا بمنهج تعليم الامية للكبار صور كمحتوى وك ليش؟ لانه الخليجيين ما تنتجوا وانتجوا لاطفالهم وللاطفال العرب بس كل دولة عربية كانت تلاقي فيه شيء بيقدر يلبي له جزء من خططها بالتنمية الشاملة يعني الجزائر وقت نحن بعطنا للجزائر اننا لهم نحن انتجنا جزء تاني بتحبوا تشتروا لانه ليش وقت منقلهم هيك كنا نعطي لكل دولة سعر سياسي بيسموه يعني مثلا جمهورية جمهورية اليمن الجنوبي عطيناهن يا بلاش ما كان في عندون فلوس بعطنا للصومال ولجيبوتي ببلاش بس ليبيا 1600 دولار الحلقة بعطنا للجزائر انهم بتكونوا جزء التاني هالوقت بتطلعوا اجزاء من برنامج افتح يا سمسم عم حكيك باول الاتمانينات بعطوه بدون ما تسألونا لانه هذا يمثل بالنسبة لنا اربعين الف مدرس لغة عربية شاف كل دولة كانت تلاقي فيه فائدة بمجال ما بعض المسؤولين في وزارة التربية هون لقوا انه اذا نزلوه بمنهج محوا امية الكبار بيخلصوهن من الحرج يعني انت عم تشوف برنامج تلفزيوني ما عم تاخد درس بمجالك انت ما عندك حرج انه عم يعلموني اللغة عم شوف برنامج ومن خلاله عم بتوصلوا المعلومة هذا تصرف كتير زكي من هاللي ايجيت بباله نعم بين عمان وملصون وانيس وبدر وقرقور وكعكي وهدول ما تذكروا وهدول الشخصيات مين كان الاحب لقلبك اذا كنت تتابع في هداك الوقت والله يشوف كل هاتون يعني عملت شي بين هاتون حدا قال لي عمل شي لا لا ما عمل شي ليه ما عملت دوبلاج صحي قبل ما نكفل كنت مشرف وكذا يعني عندك خامة صوت انا كنت علق على بعض الافلام الكرتون هاللي فيها تعليمي وكذا كنت استخدم صوتي بس انت ما بدك يعني تكتر مساماتك وانت مشغول بالك بشيء اللي هو اكبر يعني كان الناس اللي اشتغلت بالبرنامج مية وسبعين شخص بين كاتب ومؤلف وموسيقي وممسيق والكادر مية وسبعين شخص انك انت تلم فيهم كلياتهم وتشرف على شغلهم مو سهل كان طبعا اسات ذات عربي يمكن ومشرفين نفسيين واشخاص يعني كان عنا واحد مختص دكتور عبدالله الدنان اذكره بالخير كان هو مسؤول تصور لأي درجة كان مو مسؤول بس عن الترجمة لمشاهد الدمى كان مسؤول انه يختار مفردات تناسب حركة فم الدمى يعني اذا بده يقول له مثلا بالانجليزي go اذهب go ما في اطباق شفاه ما في اطباق شفاه يعني بقى يقول له روح روح بتلقو ليه لانه ما في اطباق شفاه كان يهتم بتغيير هذه المفردات مع ان هدول القصص بس كانوا مهتمين كتير لدرجة انه انيس وبدر الناس مفتكرة كانت انه انكتب النص علم بالعربي يعني مو مو دبلج هو مو دبلج كله طبا ايه بس بتطلع بتلاقيه وعم يحرك الدمى كأنه عم يحكي عربي هدول الشخصيات مين كان يعمل اول شي الاغاني اديه كان ينشغل على الكلمة واللحن يعني هون لازم ما ننكر فضل الاستاذ الموسيقار حسين نازك كان هو المشرف الموسيقى على البرنامج يطول بعمره ووضع الصحي يطول بعمره ووضع الصحي طمنت عليه انا طوي قوي وعافي حسين نازك كان هو المسؤول عن يعني بدك تقول الحقيبة الموسيقية للبرنامج ككل يعني الاغاني والالحان وكذا ويكلف ملحنين طبعا وهو اللي يشرف على تسجيل المقطوعات الموسيقية كان هو معكم بالكويت يروح ويجي يروح ويجي كان مرافقنا طول الوقت بالجزء الاول والثاني والثالث طبعا ما كتمل وبعدين راح البرنامج لشركة اماراتية بسنة 2012 استاذ قصامة يعني اليوم شو الفرق بين جيل افتح يا سمسم وجيل سبونج بوب ولا ابطال الديجيتال هالجيل يلي يعني شو بيعني له اليوم افتح يا سمسم لا يرجع يشوفه على اليوتيوب شوف جيل اليوم ربي ببيئة مخالفة لبيئة افتح يا سمسم بيئة افتح يا سمسم كانت بيئة الأسرة الشارع يعني الحي هاي البيئة اللي كان عايش فيها ومع أسرته وعيلته الآن يعني العالم كله بين يدينه للطفل العالم الطفل بقى ما عد فيك تجي تقوله انه والله بشارع عشرين فيه نعمان وفيه ملسون وكذا ما عرفته بيطق زر بيطلع جوجل بيطق زر بيطلع بيطلع على اليوتيوب بقى منشان هيك ما فيك تقدم افتح يا سمسم بهذاك الوقت لطفل اليوم لأنه تجاوزه هو بالتقنية والأدوات يعني أنا بتذكر بيذاك الوقت كانوا الجاليات الأجنبية في الدول الأجنبية تطلب منها نسخ من البرنامج منشان يعودوا أطفالهم على اللغة العربية وعلى العادات العربية بيذاك الوقت أنا أحكيك بثمانينات كانوا يعملوا يعملوا نوادي الجاليات العربية وياخدوا أشرتة افتحها سمسم بيتا كام وبيتا ماكس وفي اتش اس ويعرضوها لأطفالهم منشان يخلوهم متصلين باللغة العربية باللغة العربية وبتوراتهم وبتاريخهم الآن ما عاد في هذا ما فيك الآن تقوله أنه هيك لازم تساوي لأنه الطفل الطفل العربي اللي هون صار أحكي إنجليزي يعني 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 هو هون تفرنج بعد تجي بتقلي اللي عايش بالدولة الغالبية يعني لغة عربي ولا غيرها اشتركوا في القناة